لكن الحقيقة فيه كتير من المواقع والصحف التونسية اتكلمت ويمكن كان فيه تركيز كبير جدا على يعني حالة الفرحة بانه هيتم السماح انا قلت لحضراتكم في حلقة امبارح المشاهد لحضراتكم شايفينها على الشاشة دلوقتي دي على هوا مباشرة من تونس ده الملعب الفرعي لستاد رادس الملعب رادس اللي بيتمرن عليه نادي الاهلي بمناسبة التمرينة انا يمكن عشان من كتر ما اتكلمت على كلمنا كتير مع حضراتكم على مطش الاهلي والترجي انا حلمت امبارح بالمطش بالتفصيل يعني حلمت انه انه نتيجة انتهت اتنين اتنين وانه اللي احرز اهدف الاهلي شريف وصلاح محسن وانه الاهلي هو اللي تقدم اتنين صفر والترجي قدر يتعادل وانه محمد شناوي انقص ضرب الجزاء بس انا رغم الحلم ده والنتيجة دي انا متوقع ان الاهلي كمان ان شاء الله ان شاء الله قادر يفوس في تونس يعني انا شايف انه المباراة دي الاهلي لو بتهيألي انه المقدمات فكرة الراحة السلبية اللي خدتها الفرقة الست ايام وفكرة رجوع افشة من الاصابة وطاهر كمان طبعا طاهر ورقة مهمة جدا الاسكوات بتاع النادي الاهلي لو في حالته انا شايف انه ان شاء الله ان شاء الله قادرين نرجع من تونس بمكسب مريح اشتركوا في القناة